حول تدولة السوق ينضم إلينا في الستوديو السيد عبدالله الجبلي محلل الأسواق المالية أهلا بك معنا سيد عبدالله عم نواصل المكاسب اليوم يمكن لمدار أسبوعين متتاليتين وهذه الارتفاع على السوق اليوم عم نتجاوز 6660 نقطة فينا نفسر الأسباب الأساسية التي تدعم دخول المستثمر وعمليات الشراء اليوم بسم الله الرحمن الرحيم رحبك رحب السادة المشاهدين في الحقيقة يوم موضوع دخول سيولة جديدة للاقتصاد السعودي الداخلي هذا شيء أثن عكس بشكل إيجابي وكبير جدا زي ما شاهدنا على السوق السعودي السوق السعودي الآن تقريبا صعد بحوالي 1200 نقطة هذا أمر جيد جدا نعتقد أن هناك مشكلة في السيولة في البنوك وكانت المشكلة هذه تنفيها لمجلس المصارف السعودي لكن نعتقد أن كان الأفعال أو ما نراه على الأرض يخالف مقولتهم وأيضا تراجع العديد من البنوك يعني وصلت لدينا أسعار خمسة بنوك من أصل 12 بنك إلى القيمة الإسمية حوالي 10 ريال نعم بيع السندات الدولية بـ 17.5 مليار دولار ودخول هذه السيولة أو توجيه هذه السيولة للداخل لا شك أن المصارف التقطت الإشارة منذ شرارتها الأولى أولا ثقة المستثمر الأجل في الاقتصاد السعودي والدليل على ذلك غطية السندات في أقل من 24 ساعة صحية الشيء الثاني كل هذه السيولة توجهت إلى الداخل المصارف يعني تنبهت هذا الموضوع وبالتالي الذي قاد السوق معظم الوقت هو قطاع المصارف حتى أكثر من قطاع الصناعة البتروكيموية يبدو أن توجيه السيولة سوف يكون إلى سدادة الاتزامات الحكومية مثل ما أعلن عن نهاية الأسبوع الماضي بحوالي 100 مليار ريال طبعا هذا ينعكس إيجابا أو مردوده قوي جدا على قطاع الانشاءات وقطاع المقاولات بشكل مباشر وعلى المصارف بشكل غير مباشر لأنها هي الضامن لهذه المشاريع خاصة المشاريع الحكومية طيب اليوم بالفعل المصارف كمان يواصل المكاسب 331 نقطة أضفناها سيدة عبدالله لكن داني أتحدث اليوم ما زلنا على موعد باجتماع فيينا والوزراء وعملية تحقيق ما تم إنجازه بالجزائر عملية الاتفاق على تثبيت الإنتاج والحصاص سيناريوهات يعني البعض بدأ أيضا باتجاه سلبي الآن حول تحقيق يعني اتفاق الجزائر بالاجتماع المقبل طبعا نحن لا بد أن ننوه إلى مسألة مهمة جدا أن العلاقة التفاعلية سوق الأسمى السعودي بالنفط هي التي كانت تقود السوق من بداية العام هذه العلاقة الآن نستطيع أن نقول ضعفة لأن المؤثر الداخلي الأقوى اللي هو موضوع السيول التي تحدثنا عنه قبل قليل هو المؤثر هو المسيطر على هذا الموضوع الدليل على ذلك أن الأسبوع الماضي النفط ينزل السوق السعودية صحيح الموضوع الثاني موضوع اتفاق الجزائر يبدو أن الاتفاق كان اتفاق سياسي شكلي بدليل أنه لم يكن هناك أي تفاصيل وعادت تصريحات بعض الوزراء الدول المنتجة للنفط مثل وزير النفط العراقي وزير النفط الفنزولي وأيضا وزير النفط الروسي يخالف ما سمعنا عنه في اتفاق الجزائر طبعا اجتماع فينا نعتقد أن اجتماع صعب جدا أما ليكون هناك ليس هناك اتفاق وهذا سوف يواجه زوبعة كبيرة داخل المنظمة وهذا ما يسعى إليه الأمينة العام باركندو إلى عدم حدوثه الموضوع الثاني موضوع خفض الانتاج وفيه هناك رفض عارم داخل المنظمة حوالي خمسة أو ست دول ترفض هذا الاقتراح السيناريو الثالث وهو الفريزينج أو تجميد الانتاج أنا أعتقد أنه أفعال الدول التي نراه منذ اجتماع الجزائر حتى اليوم تدل لأنهم سوف يتفقون على موضوع تجميد الانتاج الدليل الدول منذ اجتماع الجزائر منذ انتهاج اجتماع الجزائر مباشرة وهم في سباق مع الزمن في رفع الانتاج وجدنا رفع انتاج قوي جدا في ليبيا في العراق في ايران في العديد من الدول في نيجيريا كلهم يتسابقون في رفع الانتاج أنا أعتقد هم يريدون أن يصلوا بانتاجهم إلى حد معين حتى إذا وصل الاجتماع على نهاية الشهر الحالي في فيينا لا يكون لديهم أي مشكلة في موضوع التجميد سريعا لأنه زين اليوم كانت القضية الأساسية المسيطرة على السوق وعملية التسديد يعني لموبايلي الرئيس تنفيذي كما سمعت تحدث لسي أم بي سي عربية قال بأن الحكم عادل يعني دفعوا 90% كنا نحكي عن قرابة 90% من هذا المبلغ كانت مطالبة في موبايلي هل هذا سيؤثر على القطاع إنهاء هذا النزاع القائم بين موبايلي وزين الآن طبعا أنا أعتقد أن الحدث اليوم هو نقطة النهاية على موضوع الخلاف بين زين وموبايلي يبدو أن الرئيس تنفيذي الذي كان يعلم منذ استلامه لمنصبة بأن هناك مشكلة ومشكلة كبيرة مع موبايلي ولذلك قام بيأخذ مخصصات وهذا ما رأيناه في إعلانات النتائج للأربع الثلاثة أو الأربع الماضية قوله أن هذا عادل هذا يدل على أنه لن يؤثر على موضوع السيولة لن يؤثر على موضوع النتائج نهاية العام التأثير الكبير الذي يضرب الشركة موبايلي أنا أعتقد أن اليوم أضافت سيولة كبيرة جدا إلى رصيدها لكن هذا لا يعني انتهاق قضية موبايلي موبايلي لديها مشكلة بأكثر من 2 مليار ريال نعم وأشكر وجودك سيد عبدالله الجبلي محلل الأسواق المالية على كل هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر